بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث اليوم عن يونة 13 present perfect and past رح نتحدث عن المضارع التام والماضي البسيط شوف شن الفرق بين الزمنين ناخذ اول ملاحظة يقول the present perfect and the present المضارع التام هو في المضارع it tells about situation now ويحكينا عن الموقف اللي صار حول الآن بالقرب من الآن يعني احنا ذكرنا بالمحاضرات السابقة لا تذكرون طلابنا العزاء قلنا ان المضارع التام يكون الى تأثير هذا التأثير بالحاضر يعني اكو بي ارتباط بالان هذا بالنسبة للمضارع هو بالنسبة للمضارع طيب بالنسبة لل past symbol something tells about past شيء يخبرنا عن الماضي يعني الحدث انتهى تماما ما اكل اي ارتباط والى اي نتيجة ولا الى اي شيء بالماضي ضارع بالمضارع كله بالماضي هذه ملاحظة كلش مهمة شوف يقول they have gone away they will be back ذهبوا هم ذهبوا او قد ذهبوا they are away طبعا المعنى العربي ما راح تقدر من خلال معنى اللغة العربية تقدر ضبط المعنى يعني هنا اللغة الانجليزية تختلف يعني لو نقول they have gone away لو نريد نترجمها الى اللغة العربية فراح يتكون باللغة العربية لقد ذهبوا هيكون معناها لقد ذهبوا طيب لقد ذهبوا ممكن يكون ماضي ولكن بالمعنى المعنى باللغة الانجليزية يعني معنى الجملة من قايل they have gone they have gone فهنا يعني معنى الجملة ذهبوا والحدث مرتبط بالماضي بالمضارع they are away now حس هما ذهبوا الان الان بهاي اللحظة هما مشوا يعني الحدث مرتبط بالان فدائما من يقول لك قارن للأستاذ انت راح تحط له نفس الجملة اللي عندك بس تحط له they are away وتحط له اياها now they are away يعني now من اقول they went معناها they have gone away ولا اكتب اياها in past اقول اكتب اياها in the past يعني معناها في الماضي فهذا اكتبه يمك قاعدة شوف هنا it is stopped raining توقفت عن المطر it is not raining it is not raining it is not raining الان it is not raining now شوف حطينا now مثل ما ذكرت لك دائما لازم نخلي now اما it stopped raining توقفت عن المطر يقول it has stopped يعني شنو معناها معناها لقد توقفت معناها الحدث انتهى the event is finished the event has finished الحدث انتهى هاذ هي الفكرة طيب ملاحظة مهمة يقول you can use the present perfect ممكن تستخدم زمن المضارع التام for a new recent happenings للاشياء الحديثة والاشياء الجديدة الاحداث الجديدة اللي صارت احنا ذكرنا بانه مرتبط الحاضر فاكيد احداث جديدة يقول يقول I have repaired this the washing machine I have repaired the washing machine طلابنا العزاء اركز يمي ارجوك حتى تستفاد من هاي المادة يا اخوان احنا اريد اقدم لكم فادة تستفادون ومنعتها فهنا من اقول زمن المضارع التام يعني recent events يعني احداث مفيدة او احداث حديثة عفوا I have repaired the washing machine لقد صلحت الغسالة يعني انا صلحتها للغسالة يعني حدث مرتبط بالان فهذا مضارع تام هنا يقول نستخدم زمن الماضي البسيط for things that are not recent or new اذن طلابنا العزاء يقول الماضي البسيط الماضي البسيط نستخدمه نستخدمه لما تكون الجملة او الحدث لا غير مرتبط بالان يعني it's not now are not recent or new recently يعني حديثا اذن الحدث مو الان يعني الحدث ما مرتبط بالان فمثلا my mother grow up grew up طبعا هذه grew هذه ماضي هذا الحدث ماضي يعني بمعنى والدتي ترعرعت او يعني عاشت بايطاليا الحدث ما الارتباط بالان الحدث بالماضي تم وانتهى وخلاص فهذه هي الفكرة يقول somebody has invented a new type of washing machine طبعا هذه مضارع تام من ريد نقول له نقول له يعني مثلا انا من راح اجاوبه راح تقول له somebody has invited now who invented the telephone من الذي اخترع التليفون هنا يعني راح اجاوبه هنا اقول يعني من يقول لك المعنى من يقول لك المعنى تقول someone invented the telephone in the past شخصا ما اخترع التليفون بالماضي تضيف كلمة past بمعنى الحدث انتهى واذا تحب تضيف بعد اكثر تقول the event or the action has finished انتهى تماما فهذا هو الماضي البسيط نقطة C يقول we use present perfect to give a new information نستخدم زمن المضارع التام لكي نعطي معلومات جديدة لكي نعطي معلومات جديدة لكي نعطي معلومات جديدة لكي نتحدث عن we normally use الفكرة بهذا اليونت بهذا النقطة section يقول بالنقطة C نستخدم زمن المضارع التام لكي نتحدث عن معلومات جديدة اذا انا اريد اتكلم عن معلومة جديدة او اريد اخبر شخص ما عن اشي جديد فراح اقول wow oh عفوا مواو oh I have burnt myself حرقة اصبعي حرقة ايدي حرقة نفسي I burnt myself جملة الثانية what do you do how do you do that how did you do that شون فعلت هذا الشي هذا هنا مو معلومة جديدة اندا اسأل هذا اصلا ما بي معلومة جديدة فقال لك ماذا بسيط جملة الثالثة I picked up a hot dash معلومة جديدة معلومة جديدة فاي شي مثل ما شكتوا اي شي معلومة جديدة داما نستخدموها زمن المضارع التام وهنا اريد اسألكم بهذا استمرين ليش النقطة الاولى حاطها stopped والجملة الثانى قال has changed جملة الاولى it stopped raining for a while ثانى قال the town where I live is very different جدا وختلفة it has changed a lot شوف لي الفرق بينها اردى شوف ذكاء يعني يا هي من عدهن يا هي من عدهن اللي هي الحدث تم بالماضي وانتهى نهائيا ويا حدث اكو تغيير اكو تغيير جديد يعني او اكو اكو فاد اشي جديد يعني بالموضوع فقل لي الجملة الاولى كذا وكذا سواناها ماضي بسطلن كذا كذا جملة ثانية كذا كذا اكتب ليها بالتعليقات